الله سبحانه وتعالى يقول في آية في سورة الزمر آية عجيبة فيها من السلوى صراحة لمن أراد التوبة ومغفرة الذنوب الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله أعوك قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله بل انظروا وتأملوا في قوله جل وعلا يقول الله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التوبة فمن تاب إليه تاب عليه سبحانه وتعالى ولو تكررت منه المعصية مرارا وتكرارا